احتفالات اكتوبر السادس من اكتوبر مش ممكن حضرتك تفتكر انه فيه مواطن مصري تولد في مصر وتربى وتعلم في مصر ولكن خطابه صهيوني هناك البعض من للأسف المحسوبين على بلدنا محسوبين على بلدنا وهم عناصر جماعة الاخوان الارابية سواء المصريين وايضا غير المصريين اللي في بعض الدول اللي هم اخوان يعني بيتكلموا على نصر اكتوبر نصر اكتوبر هو اعظم انتصار تحققه نصر اكتوبر كل من شارك في هذا الانتصار يستحق وسام الشرف نصر اكتوبر التخطيط من جانب الرئيس السادات الزعيم الخالب انور السادات تخطيط والقرار تخطيط الغيادة العسكرية فريق اول احمد اسماعيل وزير الحربية فريق سعدين الشازي فريق لواء الجمسي لواء طيار حسي مبارك لواء فؤاد ابو ذكري لواء محمد علي فاهمي كل قادة اكتوبر كل قادة اكتوبر تخطيط خطط لهذه الحرب حرر بلدنا حرر اراضينا اراضينا يا جماعة احتلت عام سبع وستين رجل السادات قالك لا يمكن هنسلم الراية اللى راية مرفوعة لا يمكن نسلمها ابدا مركسة تكون مرفوعة وعدة وحققة وانجزة مع الابطال ابطال اكتوبر مع جيشنا العظيم تجد هناك جماعة خائنة للدين وللوطن بتشكك في انتصار اكتوبر هل في مصري واحد او مصرية واحدة تشكك في اعظم انتصار حققنا الانتصار هو انت لما تاخد قرار حرب عشان تعمل ايه عندك اراضي محتلة سينة محتلة بالكامل من شرق القناة بالكامل كان تحت تحت الاحتلال الاسرائيلي العدو الاسرائيلي بالكامل خد من اول عريش لحد شرم الشيخ شمالا جنوبا كل ده من خمسة يونيو سبع وستين تحت الاحتلال الاسرائيلي عارف يعنيه تحت الاحتلال حضرتك وانت قاعد الناحية التانية من القناة بتشوف العدو قدامك ضفة شرقية من القناة قاعد قدامك وانت شايفه قدامك مش عارف تعمل ايه ولكن كان الرجال لازم ياخدوا هذا القرار كان الرجل الزعيم الرئيس سادات يتحمل وياخد هذا القرار خضنا قبلها حرب للسنزاف والرئيس عبد الناصر وبدأنا حرب للسنزاف مصر عاد التحارب مسكتناش ما انت لا يمكن هتسيب ارضة محتلة لا يمكن تسيبها محتلة تاخد القرار وتروح ومهما كانت التضحيات وضحينا واقتصاد حرب والشعب يتحمل من السنة ولا اثنين الشعب تحمل بدل سنة اثنين تلاتة عشرة الرئيس عبدالح سيسي يوم الندوة التسقفية تكلم على خمساشر سنة يوم الثلاثة اللي فات اللي هي امتى من سبعة وستين لحد بداية التمانينات من ست سنين لا كل السبعينات السبعينات بالكامل لحد أول مواطع من اقتصاد يتحدث عن الرئيس عبدالح سيسي اثنين وتمين عمله الرئيس مبارك عام اثنين وتمانين تتكلم على اقتصاد حرب تتكلم على تحمل تتكلم على الشعب يتحمل شعب يتحمل كل هذه السنوات عشان انت في حرب حقيقية بالمناسبة احنا في حرب وما زينا في حرب احنا في حرب هو انت الارهاب خلص ما خلص الارهاب خلص الاخوان خلصوا بسأل سؤال انا بسأل على الهوة هل جماعة الارهابية خلصت لا طب هل الاخوان بيحربوك ساعات الليل والنهار بيحربك ده بيشككها في انتصار اكتوبر اللي كان الارهاب الاسمه صبح صالح يومها بيتغدى الساعة تنين والدهر في رمضان بيتغدى ما هم دول الاخوان يعني الصيام هو بيتغدى لكان معاك في العبور ولا كان معاك حتى في الصيام الفرض ما كانش معاك يعني فتران في رمضان وما كانش معاك كمان وانت بتعبر هم دول الاخوان فحتى بتشككك في الحرب وتسمع منهم اصوات قذرة قولك ها انتصارنا هو انت عايز يمن الانتصار انت واخد قرار محدد اتجاهك هدفك رايح فين اعمل ايه اوجه ضربة وحرر ارضي ورجعتها رجعتها ايه بالعمليات العسكرية حرب ثم رحت للسلام ثم كان عندنا جزء بسيط طابة رجعته بمفاوضات يبقى عملت كل شيء بس في الاخر النهاردة عندك كل اراضيك وانا كنت في سيناء من عدة شهور في شمال سيناء انا كنت على اخر نقطة من حدودنا مع الطرف الاخر انا اعوذي من الان كلمة انا كنت انا على اخر نقطة اخر نقطة انا كنت واقف هناك وجيشنا هناك اه على نقطة المنطقة جيمة تعديلات والرئيس عفتاح السيس عمل تعديلات مش كده نسين ولا فاكرين فانت كل شبر في ارض بلدك في سيناء النهاردة فيها الجيش موجود فيها قوات المسلحة انا كنت هناك هتشتاني انا اللي كنا هناك واحنا موجودين ده بيعني ايه ميجي النهاردة تسمع اصوات للأسف للأسف هتشتاني 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 القوانين الإرهابية وحتى اصوات للأسف أسف بعض ناس يعني هربنين ايضا تكلموا كده حققنا نصار نعم عملنا اللي احنا محتاجينه ايوة عبرنا نعم وخلصنا المهمة نعم وجيش نعم نصار وساعق نعم تاني نعم انت انت متخيل هو انت اللحظات امريكا هتدخل حرب وكنت مع امريكا امريكا بعت الطيارة استطلاع خدت مصر من شمالها لجنوبها في سواني وقدت العدل اسرائيلي للتصوير اللي عملته عمله طيراء سطول جوي بينقل احد ده المعدات والمقاتلات والجام المصار الامريكية على العدل الاسرائيلي وتدخل مع والرئيس السادة تقولك وانا حارب امريكا لكن في الاخر عملت ايه عملت كده الابطال عملوا كده قدرت تودي ضربات في كل مكان كان عندنا من سنتين احد الابطال من سنتين البطل مصطفى محمد بطل مصطفى كان معانا هنا على الهوى مع الابطال مع ثلاثة من ابطالنا اللي شاركوا في ازل الانتصار العظيم هوريكوا للنودار رسالة ايه جاب انطلقونا عسكار اسرائيلي بس هي دي مش اكتر من كده